اشتركوا في القناة مهمتها الرامية إلى تعزيز المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في أسواق المال وذلك بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية بحرين بلو برينت والتي تستهدف تحقيق الحيادة الصفري والتكيف مع تغيرات المناخ وخلق فرص الاستدامة في مجالات الطاقة المتجددة ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من خطة عمل الاستدامة الشاملة لبورصة البحرين والتي تستهدف تطوير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع أسواق المال وتأتي في إطار العديد من المبادرات التي تتبناها بورصة البحرين وأسعيها المستمر لتعزيز الاستدامة أكدت السيدة مهام فيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أهمية تسليط الضوء على المشاريع البحرينية الناشئة الأمر الذي يسهم في ازدهار المنظومة الريادية والانتعاش للقطاع الخاص بشكل عام جاء ذلك على هامش مسابقة أفضل ستارتاب للعام والتي أقيمت برعاية صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين ممتلكات وصندوق العمل تمكين فكرة أن المشاركة من الشركات الناشئة يتم تدريبهم على فن العرض أمام المستثمرين ويطرحون فكرة أنهم يحصلون على المستثمرين اللي يستثمرون في شركاتهم ويحصلون في النهاية بدعم من المبادرة العام خرجنا فيها تسعة كانوا في تسعة فائزين في البرنامج واللي اليوم تنافسوا أربع منهم على أساس يحصلون على لقب ستارتاب اوف دي يير اللي تستثمر فيهم شركة ممتلكات كان هناك اليوم فائزين اثنينة وهي شركة لوموفاي كانت حصلت على المركز الأول شركة إيرلي رايزر حصلت على المركز الثاني شركة لوموفاي هي شركة في تقنية المعلومات تقدم برامج تدريبية عن طريق منصتهم وشركة إيرلي رايزر شركة تصنيع الأكل طبعا تمنا لهم النجاح نحن بالنسبة لنا اليوم كل الشركات اللي شاركت الأربع نعتبرهم فائزين لكنا نقدموا عروض جدا ممتازة بأفكار جدا جميلة نتمنا لهم إن شاء الله التوفيق والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قنقر اختتم المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024 في دولة قطر أعماله بنجاح ووقع على همش فعالياته اتفاقيتين للتعاون بين اتحاد أسواق المال العربية وبورصة شيكاغو التجارية وجمعية البرصات الأفريقية وشارك في المؤتمر نحو 250 موفدا يمثلون البرصات العربية الأعضاء في الاتحاد وشركات الوساطة المعتمدة فيها وقد عقد خلال المؤتمر وعلى مدى يومين العديد من الجلسات الحوارية وقدم الحضور العديد من أوراق العمل حول أهم المواضيع ذات العلاقة بصناعة الأوراق المالية ودور أسواق المال في تنفيذ استراتيجيات القطاع المالي والتحولات الرقمية في الأسواق واتجاهاتها الجديدة في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر